عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول التعليم الجامعي والتكنولوجي وخررت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إنشاء مجلس أعلى للتعليم وربطه بهيئة الاستثمار والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والترويد الإعلامي له لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بهذا النوع من التخصصات بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير بيئة آمنة داخل الجامعات من خلال تفعيل وحدات متفحة العنف والتمييز والتنمر واستحداث مراكز نفسية لتقديم دعم نفسي للطلاب مع زيادة الاهتمام بالسياحة التعليمية عن طريق التواصل مع السفرات وإقامة معارضة تعليمية لعرض إمكانيات مصر التعليمية والترويد للتعليم في مصر وإنشاء منصة إلكترونية تجمع كل مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب للاستفادة بها فيما بعد